قال لك ابتداء من الدورة الرابعة. احنا بنقول في مجموعات وايه? ودورات. اه انا هخطط لكم كده على المجموعات والدورات عشان نشوفها مع بعض. اه لما يجي بص هنا. المجموعات اللي هي بالشكل ده. دي كده اسمها دي مجموعة. ودي دي التانية. التالتة. الرابعة. الخمسة. السبعة. التمنى. التسعة. العشرة. الحداشر. اتناشر. تلات اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. يبقى كم مجموعة رأسية? تمنتاشر مجموعة رأسية. وكم بقى دورة افكية? سبع دورات افكية. اول حاجة دي الواحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. يا طرى ليه قالوا سبع علشان مستويات الطاقة اللي حوالين اي النواب يبقى حواليها كم مستوى طاقة? بتبقى سبع مستويات للطاقة. يبقى انا عرفت دلوقتي ان احنا رتبنا الجدول ده في مجموعات ودورات. كم مجموعة رأسية? تمامتاشر مجموعة رأسية. وسبع دورات افكية. على ان تبدأ من يسار الجدول بوان اي وتو اي. وتنتهي في يمين الجدول بسري اي فور اي فايف اي سيكس اي. وتنتهي بالعناصر الاي الخاملة. قالك ابتداء من الدورة الرابعة. آآ ابتداء من الدورة الرابعة اللي هي الدورة دي هنا اهو. في عناصر بتفصل اللي هنا دي. عناصر بتفصل بين يسار الجدول ويمين الجدول. تسمى العناصر الايه? الانتقالية. يبقى العناصر الانتقالية بتبدأ من انهي دورة من الدورة الرابعة وهي بتفصل بين يسار الجدول ويمين الجدول. آآ يبقى لو انا عايز اتكلم عن الجدول الدوري الجدول الدوري الحديث والرتبة العناصر ترتيبا تصعوديا حسب اعدادها الزرية في تمنتاشر مجموعة رأسية وسبع دورات افوكية على ان تبدأ من يسار الجدول بوان اي وتو اي وتنتهي في يمين الجدول بسري اي فور اي فايف اي سيكس اي سيفن اي وتنتهي بالمجموعة الصفرية وابتداء من الدورة الرابعة هناك عناصر تفصل بين يسار الجدول ويمين الجدول تسمى العناصر الاي يا ولاد ها برافو العناصر الانتقالية. بصوا في اخر الجدول هنا في عناصر موجودة دي عناصر اسمها لايه? والاقتية العناصر وضعت في ايه في اخر الجدول. انا لسه من شويا كنا بنقول في معالم اسمه العالم ايه بور? العالم بور ده اه هو اللي اكتشف مستويات مستويات الايه اللي بتدور حول الايه? النواة دي هي كم مستوى? سبع مستويات. وقال لك كمان ان في مستويات فرعية بتوجد في الايه? للنواة. زي مثلا لو جيت انا شفت دلوقتي اه المستوى كيه? هيبقى عنده كم مستوى فرعي? مستوى واحد. نسمي ايه? طب المستوى لو كان مستوى فرعي? اتنين. مش اللي ده هو المستوى التاني يبقى له اتنين مستوى فرعي. طب المستوى التالت له كان مستوى فرعي له تلات مستويات فرعية. طب المستوى الرابع له كان مستوى فرعي له اربع مستويات. افهم من كده ان المستويات الفرعية بتبقى على حسب رقم الايه? المستوى. المستوى الاول اه واحد التاني اتنين المستوى التالت تلات مستويات فرعية المستوى الرابع اربع مستويات فرعية اللي هي بتبقى اس وبي ودي واف. اه ده بالنسبة لايه? للجدول الدوري الحديث. عايزين عرف دلوقتي بالنسبة دول بيمثلوا لنا ايه يا ولاد? هنا وان ايه وتو ايه. دول عبارة عن ايه? انا بما دايم لقيت هنا معنى كده ان المدار الخارجي فيه كم الكترون في اه الكترون واحد. معنى كده ان المدار الخارجي في الكترون واحد. ناخد مع بعض كده السوديوم. لو انا تمانية واحد. اتنين وتمانية وايه? واحد. يعني معنى كده ان المدار الخارجي ايه? في الكترون واحد. اهو يبقى معنى كده ان هو موجود في المجموعة ايه? طب هاخد انا الام جي. الام جي هو اتناشر. ادي الام جي اتناشر. اما اجا وزعه هيبقى ايه? اتنين تمانية. اخر مدار فيه كامل? اتنين. يبقى حيكون موجود في مجموعة في المجموعة التانية. اللي هي تعتبر المجموعة ايه? ايه? طيب ناخد حاجة تانية ياولاد. بصوا معايا. الاكسوجين مسلا. الاكسوجين تمانية. ادي اتنين. ها هو تمانية. هيبقى اتنين ايه? ستة. ما اجا يقولك اخر مدار فيه كامل? ستة. هيبقى موجود في انا مجموعة. آه في المجموعة السكة. ليبقى سيكس? ايه? يبقى انا فهمت كده ان الرقم الخارجي ده عدد الالكترونات الموجودة في المدار الخارجي بتدل على ايه? على رقم المجموعة. برافو. يبقى افهم من كده ان رقم المجموعة عبارة عن ايه? عن عدد الالكترونات الموجودة في المدار الخارجي. طيب. اما لايه رقم الدورة ده? اما لايه الدورات اللي موجودة? اجي بص برضو الاكسوجين هنا. الاكسوجين فيه كم مستوى طاقة? آه هتقول له ادي واحد اتنين. يبقى اتنين مستوى طاقة. يبقى معنا كده ان هو موجود فين? في الدورة الايه? في الدورة التانية. موجود في الدورة الايه? التانية. ناخد الليسيوم هنا. الليسيوم عندي. اه الليسيوم آآ تلاتة. اجا وزع الليسيوم. تلاتة. يبقى اتنين. ها? واحد. كم مستوى دول يا ولاد? ها? ادي اول المستوى? ودي تاني مستوى. يبقى كم مستوى? اتنيني. بقى موجود في المستوى الايه? التاني. اه والرقم الخارجي كام? والرقم الخارجي اه الرقم الخارجي فيه ايه? اللي هو يعتبر رقم ايه? المجموعة. ما ما تسألك دلوقت رقم المجموعة ايه? تقولو لي ايه. طب ورقم الدورة. تعتبر الدورة الايه التاني. برافو. ده بالنسبة لايه? لرقم المجموعة ورقم اه طب انا عايزة دلوقتي يا ولاد عايزة اعرف اه كانت عدد العناصر المعروفة حتى الان اكام عنصر قالك مية وتمنتاشر ايه? عنصر. اه قالك اتنين وتسعين عنصر هما اللي موجودين في الطبيعة. طب بقيت العناصر بقيت المية وتمنتاشر دول فين? قالك دول بيو حضروا ايه? صناعيا. اه برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعرفها ان في الجدول الدوري الحديث احنا قلنا اتقسم من يسار الجدول الى يمين الجدول. اه زي ما احنا شفنا من شوية ان كان فيه العناصر ايه? اه وان ايه وتوق ايه? وفيه اه سري ايه وفور ايه وفايف ايه وسيكس ايه. قالك فيه عناصر في النص هنا بنسميها العناصر الايه بي. اه بتتميز بالايه بالرمز بي. وقلنا العناصر اللي في النص دي بنسميها الايه العناصر الايه? الانتقالية. وبتبتدي من انه دورة من الدورة الايه? الربع. طيب. اه بالنسبة بقى ليه? اه بالنسبة للجدول بقى احنا قلنا الجدول بيينقسم لعناصر المجموعة ايه? ولعناصر المجموعة ايه? بي. قالك ادى لكل جزء فيهم فئة. ادى مسمى لكل جزء فيهم. زي مسلا ما اجي اخد ايه? دول كم اه مجموعة? مجموعتين. دول سميناهم تابع المجموعة ايه? اس. نيجي بص ده في يسار الجدول. فقال لنا يسار الجدول ما اجي اسألك بقى يسار الجدول فيه كم مجموعة? هتقولولي اتنين. طبعه بينتمي قال لي انهي فئة? هتقولي الفئة ايه? اس. طب نيجي نشوف يمين الجدول. اه بينتمي للفئة ايه? بي. اه حتى اهو في الفئة بي. طب ما اجي اسألك بقى الفئة بيه? بتحتوي على كم مجموعة? نعدهم مع بعض كده اج واحد. اتنين. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى كم مجموعة يا ولاد? ست مجموعة. طب ما اجي اسألك بقى الفئة بيه بتحتوي على كم مجموعة? هتقولولي ست مجموعة. طب نيجي نشوف بقى الفئة دي. الفئة دي بجزء اللي ايه? اللي في النص ده. الفئة دي هي تعتبر الجزء اللي في النص. اللي هو يعتبر ده. ده كل الفئة اللي في النص اللي هو الفئة بيه اللي هي المجموعة بيه اللي هي في النص دي. هي تعتبر الفئة اه بنسميها الفئة دي. طب يا ترى كم مجموعة بقى يا ولد. نيجي نشوف مع بعض. واحد. هنعدهم مع بعض كده. اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. آآ ستة سبعة معايا. آآ تمانية تسعة عشرة. يبقى نابن ما جاء نسأل بقى دلوقتي. ونقول يا ترى المجموعة دي بتحتوي على الفئة دي بتحتوي على آآ كام مجموعة? هنقول على عشر مجموعات. يبقى انا عرفت دلوقتي ان يا صور الجدول في آآ بينتمي الى المجموعة اس ويحتوي على مجموعتين. ويمين الجدول يحتوي على الطبع بينتمي للفئة بي. ويحتوي على ست مجموعات. اما الفئة دي بتحتوي على عشر مجموعات. وهي العناصر الانتقالية. اما الفئة اف بقى اللي هي مين? اللي هي اللانسي نيدات والاكتي نيدات. اسمهم ايه? اللانسي نيدات والاكتي نيدات. برافو عليكم. ودي بتبقى موجودة في اسفل اللي هي الجدول. يبقى لما اجي يقول لكم الفئات بتاعت الجدول ايه هي? هنقول يسار الجدول اس. يمين الجدول بي. وسط الجدول دي. نهاية الجدول اف. يبقى اس و بي و دي و اف. ودوها كده يسار يمين في النص اسفل. يبقى اس و بي و دي و اف. اه ده بالنسبة للايه للجدول الدوري اه الحديث. هنلمه تاني كده كله مع بعض. هنقول في الجدول الدوري الحديث. اه رتبت العناصر ترتيبا تصاعديا حسب اعدادها الزرية وملء مستويات الطاقة ويرتبت بحيس انها تكون تمنتاشر مجموعة رأسية وسبع دورات افقية على ان تبدأ من يسار الجدول بوان اي وتو ايه وتنتهي في يمين الجدول بسري اي وفور اي وفايف اي وسيكس اي وسيفن ايه وتنتهي بالمجموعة السفرية اللي هي العناصر الخاملة. على فكرة العناصر الخاملة دي بيبقى تكافؤها سفر. طيب ابتداء من الدورة الرابعة هناك عناصر بتفصل بين يسار الجدول ويمين الجدول تسمى العناصر الانتقالية. وبتبتدي من الدورة الايه قلنا? الدورة الرابعة. قلنا اه 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 وتو اي بتنتمي للفئة اس و بالنسبة يسار الجدول. اما يمين الجدول اه بتنتمي للايه للفئة بي وهي ست اه مجموعات. اما الفئة دي في وسط الجدول وهو عشر مجموعات. اه يبقى بينما الفئة ايه بتكون اسفل الايه? الجدول. اه طيب اما جا اقول لكم طيب اه رقم الدورة بيدل على ايه? ورقم المجموعة بيدل على ايه? تقول لكم رقم المجموعة بيدل على عدد الالكترونات الموجودة في المدار الخارجي. بينما رقم الدورة بيدل على ايه يا ترى? ها? بيدل على عدد مستويات الطاقة. برافو عليكم. ايوة اه 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 ياريت اه نذاكر ونطبق على الجزء ده اه بالاسئلة اللي موجودة. والقاكوا في الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة